بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله شايفين بقى الجمال حاجة كده تحفى خرافة والطعم حكاية حكاية والله لا تقولي لمطعم ولا شيف خليك انت شف في بيتك وتعلم الطريقة وعمليها هنعمل مع بعض ايه هنعمل مع بعض البنية بطريقة كده سهلة وسريعة مش هتحتاج انك تتبليها قبلها بيوم اعملي على طول بنيه في اي وقت تحبيه نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المقادير انا عندي هنا سدر دجاجة وعندي طمطمطين بصلطين كباية لبن عصير لامونتين وبيضة وعندنا بقى التوابل هنحط ملح فلفل كمون بابريكا طم بودر وبصل بودر وبهرات فراخ هنبتدي بقى اللي احنا نقطع مع بعض البنية انا قلت اقطعوا كده معاكم مرضاش اقطعوا مع نفسي علشان البنات اللي لسه ما بتعرفش اقطع البنية اه انتو عارفين طبعا لما بتشيلي سدر الدجاجة بيبقى في كده حطة فليته تحت السدر كده اللي هي اللي بشيلها دي اه دي هتقولي مش هتنفع بناها عينها فروم هعمل اي حاجة دانية لأ هنعملها مع بعض برضو خليكي بس معايا وانت هتشوف انا هعملها ازاي يعني هتغيب معاك في السوى وكل ما تغيب معاك في السوى كل ما لونها بيغماء في الزيت يعني انت هتطلعها تلاقي اللونها يعني بقى غامق خالص منك احنا عايزين ان يبقى لونها دهب كده وحلوة ما تغيبش معايا في الزيت في السوى فاحنا انا قطعها هي يعني رؤيا بس مش او شايفين انا بضغط وبقطع هقطع بقى معاكم السدر التاني شايفين كتعة طلعة مزبوطة مية مية الحدد بقى اللي انا طلحتها الحدد الفلوت دي انا هبتدى ان انا افتحها بالسكينة وهدقق عليها وهدقق على كل البنية ليه هدقق عليه يعني بضهر السكينة بقى وتدقق عليه بقيت هون هون آآ اللهم صلى الله سيدنا محمد آآ بالي هو المضرب ده بتاع البوفتيك دقق عليه ليه انا عايزة الانسجة تبع ايه آآ يعني تسيب من بعضها شوية عشان تلحق تشرب من التدبيل لان احنا هنعمله على السريح كده مش هنغيبه يعني انت ممكن تعملها قبلها الليلة وتحطها في التلاجة ده انا بعمله على طول قبل مصف ساعة شايفين انا فتحت القطع ازاي هبتدى اللي انا دقق عليها كده بضهر السكينة وهبتدى اجيب كل اللي انا قطحته برضه من البنية وادقق عليه كده بضهر السكينة او المداء بتاع البوفتيك اسفى بانا قلت عليه مضرب هو اسمه مداء انا بضهر السكينة كده وعا السريح هدق كده عليه هتتفرد معي تبقى قطعة بنيه في نفس الوقت الانسجة هتبقى كده مفصولة عن بعضها فهتشرب معي التدبيله بسرعة هدق كل الكمية اللي انا عملتها تاني هجابها تاني وادقها ممكن تدقق اول بول بس انا اه نسيت وحطيت كل على بعضه الاول هنجي هنا بقى انا عايزة مية البصل ومية الطماطم يعني انا مش عايزة الطماطم والبصل بالتفل بتاعه يعني لأ انا عايزة المية بتاعته بس فان هعمل ايه انت ممكن تبشريه وتعصري تطلع ميته اه في مصفى وتنزله ميته انا هعمل ايه هستسهل بقى واحط كل الطماطم والبصل اه في الخلاط وشوية تعصري اللمونة عشان بس ايه الخلاط يشتغل واضربهم كواس قوي وارجع اصفيهم صفتهم حلو بمصفى تكون اه ديقة او بشاشة انا صفيتها بشاشة عشان كده ان المية اه معي ما فيهاش اي حاجة انا عايزة المية ليه مش عايزة البصل كله والطماطم بتفل بكله لا انا عايزة المية علشان اه الطبقة يعني لو فيه حاجة في في التدبيل اه يعني تفل او اي حاجة هتخل بتاع التغليفة بتاعت البنية تفصل معاك في الزيت فانا عايزة تبقى مية بس كده وعايزة البنية يشرب كده بتعم البصل وطعم الحاجات اللي جواه انا حاطتلي لبن اه اللبن بيطري البنية انت ممكن تحط كمان زبادي بس انا انا جربتها بصراحة بالزبادي كانت حلوة وبعده جربتها باللبن بس كانت حلوة فالمتوفر عندك اعمليه في كلتا الحالتان بتخليها حلوة انت ممكن تحط زبادي بس ممكن تحط لبن بس ممكن تحط لبن وزبادي انا جربت كل الطرق ولقيت كله نفس الطعم بس المهم انك تدخلي لبن او زبادي في التدبيلة بتخليها كده اللحم الفرح من جوا البنية كده طرية وحلوة ومن بره مقرمشة التغليفة هتخليها مقرمشة من بره ومن جوا طريق انت لو بتحب البنية كله طريق فانت اللهم صلاة سيدنا محمد غطيه اول ما تطلعيه هيترمعك زي احنا كده بنحبه طريق ما بنحبوش اللي هو كريزبي كده طيب انا حطيت البنية عندي في تلاجة نص سيعة على ما هجهز بقى المقارنة والحاجة اللي هعملها معاه وطلحته حطيت عليه بيضا في ناس بقى تعمل البيت اللي واحده اللي واحده دي والبصمات وكده اللي واحده لأ قصي انا باختصر لك وفي نفس الوقت هتطلع نتيجة روعة احسن ما هتقعدي تعملي هنا وهنا وهنا ما تقوليش بقى الغلبة دي كلها هتخلي الطعم حلو احلى لأ انا جربت كل حاجة وقبل ما اطلع اقول لكم حاجة انا ببقى مجربها كزا مرة وشايف ايه احلى حاجة فيها وبقول لكم يعني الطريقة اوصل بها الاعلى مستوى من الطعم ومن ان انا بسهلك كمان الامور وبسعبهاش عليكي اه فبقول لكم بقى عليه على طول انا اجربت الطريقة دي دي اسهل طريقة ممكن تعملها للبنية وفي نفس الوقت الطعم خرافة بجد حلو او طب انا عايزة بقى للتغليفة التغليفة يحتاج نص كوباية دقيق معلجتين نشا ما تقطرش نشا عشان ما تفصلش معاكي التغليفة في الزيت البقصومات اللي انتو شفتوه انا طحنته طحنت شوية بقصومات يعني بجوب بقصومات كده يعني على طول من الفرن وبطحانه بيبقى ليه كده ايه لسه صابح كده طبعا انتو تعارفين حاجة الصابحة احسن ما تجيبها آآ ناعم كده اللي هو مطحون من عند العطار انا باوريكو دلوقتي انا الكيس ده شارية فيه خلطة بناية فانا باوريكو انا بفتحه ازاي انا كان مقفول قوي عشان بدل ما تقطعي الكيس وكده وتغليبي نفسك لأ انت عشان تفتحي كيس آآ مقفول جامد فانت تليف اليد بتاحته حلو او لغات لما تنشف تنشف معاكو خالص وبعدين تزقيها الجوة يعني انت لو عايزة تفتحي كيس من غير ما تقطعيه محتاجة تاني او كده انا بس باوريكو انا ممكن اقطعه خلاص بس انا باوريكي عشان اي حاجة تانية يعني انت مسلا اي كيس في اي حاجة عايزة تاخدي منه شوية والتعين الباقي ما ترموهش او كده ولقيت الكيس مربوط جامد فانت ما تقطعهوش تستعجله وتقطعي اما هتعمل ايه هتمسكي الايد بتاعته وتلفها تلفها تلفها حلو او لما تبقى نشف معاكو تقوم ازقها الجوة هتبصت لايه طالع من ايه التانية تشديها هتفتح معاكو بكل سهولة طب لو ايدين لو هي كيس بايدين شنطة كده بايدين لا انت بايد واحدة هتلفها برضو تلفها حلو او تقوم ازقها الجوة هتفتح معاكو برضو وهوريكي الطريقة دي تاني هعمل لكو ان شاء الله احيالي واتقارات فيديو هيعجبكو قوي وبصراحة يستفدوا منه كتير انا بقى حطيت كل حاجات دي على بعضها انا جيت التوابل برضو نفس التوابل اللي انا حطتها على الخلطة تدبيلة نفس التوابل وملح وفلفل اسود وكل يعني والله ما صرت يا محمد زودت بس شوية كوركم هتحط بقى كل التوابل عدية وعلى البقسمات اه انا تدبيلة البناء دي اللي هي تغليفة البناء اه انا كنت عايزة محتاجة تغليفة اللي هي الخشنة اه فبعدت اولادي جابول اللي هي النعمة دي الخلطة اللي انا قلتلكو عليها تاني عن التدبيلة النعمة انا كنت بس عايزة تدبيلة خشنة فما لقيتش الاولادي جابول دي فمش مشكلة هعملها وتبقى جميلة او معاكم انا بعملها برضو طرق كتير بالطريقة دي من غير التدبيلة الخشنة تبقى حالو انت ممكن بقى تجيب تدبيلة ام سوري مش تدبيلة التغليفة الخشنة وتحطها برضو على الخلطة اللي احنا عملناها انا هنا شلت شوية ليه لاني لقيتها تبقى كتيرة فانا قلت بقى اشيل شوية عينهم لمرة تانية تبقى جاهزة اعمل بهم على طول ما حطش عليهم اي حاجة هنبتدي بقى اللي احنا نغلي في البناء عرفتوا التدبيلة التغليفة احنا عملناها ازاي نص كباة دي او كباة دي على حسب بس الكمية عندك وهتحط بقسمات ناعم برضو كباة كباة كبايتين على حسب يعني قولي قولي مسلا لو هتعمل كبايتين بقسمات هتحط عليهم اللهم صلى الله عليه وسلم محمد نص كباة دي الخلطة البناء دي انت انت تجيبها بقى خشنة نجيب خلطة بناه تغليفة بناه خشنة هتحطها برضو عليها ما فيش تغليفة ما جبتيش تغليفة بناه اللي هي الخشنة اللي خلاص ما تحطيش اعمل اللي قلت لك عليه بس اللي هو الدقيق على النشا معلقة النشا كبار ما تقطرش نشا بس اكتر من كده عشان ما تفسلش منك ادي ايه على النشا على آآ اللهم صلى على سيدنا محمد على البقسمات والتواب اللي قلت لك عليها اللي هو ملح وفلفل وبهرات وطوم بودر اهم حدا بقى في في البناء اللي هو الطوم البودر والبصل بودر دي اهم حاجة يعني انت الاساس طوم بودر بصل بودر فلفل اسود ملح بس ده الاساس حطي بقى انت على التغليفة دية آآ شوية بابريكا شوية آآ كركم شوية بهرات برضو فيش مشكلة شايفين انا بغلف ازدان حاطت قطعة البناء وببتدي لانا يعني اخليها تاخد كتير من التغليفة اضغط عليها اقلب واضغط اقلب واضغط لوقات لما تشالت كتير من التغليفة خلاص احطها الطبق واعمل غيرها لاغط لما اعمل كل الكمية لانيكي بس ضغطي كتير لاغط لما تعملي آآ لاغط لما تشيل معاكي كمية كبيرة من التغليفة في اللحظة دي هتكوني سايبة الزيت يسخل عن النار ده خضار آآ الله ما صلصنا محمد ده اقدروا فاتحة كنت شارياهم فيديو ان شاء الله جاي هعمل لكم روتين هوريكو فيه مشترياتي بالاسعار من الخضار والفاكهة وروتين كده هيكون آآ خفيف كده على قلبكو ان شاء الله هيعجبكو خلاص هيغلبت كل البناء هتبتدي اللي انت تحطيه في الزيت السخن ما تقطريش بقى في الزيت يعني كتيرين تلاتة كده انا كنت بقى عمل تلات كطع بتلات كطع ما تقطريش في الزيت عشان ما تشربش زيت كتير منك حطيه في زيت السخن وبعدين هاد النار شوية آآ انا مش عايزة النار تبقى عالية ليه عشان ما تشعوضش يتاخد لون من بره لون آآ غامق وفي نفس الوقت لسه طريه من جوه لأ انا عايزها تستوي من جوه من بره وتبقى لونها حلو كده من بره ومستوية حلو من جوه فانت هتحدى عليها تحطها في زيت السخن وبعدين تهدى عليها شوية وترجعها تعلق عليها كمان سنة وتطلعيها بقى شايفين جمال بقى بعد ما خلصت وطلحت شايفين عاملة كمية كبيرة حلو ازاي يعني ده من سدر دجاجة بس عامل كمية ما شاء الله ده غير ان ما شاء الله اولادي خدوا يعني كل واحد خدوا واحد يعني انا خدوا تلات آآ حتات يعني ما شاء الله كان هيبقوا كتير اوه في الطبقة. انا بصراحة كنت عاملة اكل جنب البناء آآ قلت ده مش هيكفينا بس بجد يعني انا قلت سدري فارغ هيكفينا ازاي فعملت اكل كمان من جنبه. فاللهما صراحة سيدة محمد بجد ما كاناش الاكل التاني وكان البناء وشبعنا وفضل منه كمان. مش هستدهون وفضل منه كمان. بصراحة بيعمل كتير. وحلو. حلو بصراحة حلو يعني بيأكل طعم. لو اجابكم الفيديو بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسابس كرايب. ويلا اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.